بطلة قصة اليوم بنت اسمها جود وهذه ابنية عمرها 20 سنة يعني هي بنهاية فترة مراهقتها ولكن هذه ابنية جود متزوجة ومعدها طفل صغير فقدته بحادث وورا هذا الحادث مرت بتجربة جدا غريبة هذه التجربة فعلا يستحق واحد يطلق عليها حالة نادرة لهذا خليت لكم إياها الفيديو اليوم لأن فيديو اليوم سيكون من كتاب حالات نادرة للمؤلف عبدالوهاب السيد الرفاعي السلام عليكم أصدقائي وحياكم الله في فيديو جديد إذا أول مرة تشوفنا لا تنسى تضغط على زر الاشتراك حتى تكون واحد منها أصدقائي وكالعادة كل واحد يجهز مشروبه المفضلة واكلته المفضلة خلي نبلش مثل ما قلت يا أصدقائي قصة اليوم هي من كتاب حالات نادرة فالكاتب اللي هو عبدالوهاب السيد الرفاعي يقول هاي البنة اللي هي جود كانت تحتاج إلى شخص تفضفظ له وتسولف له التجربة اللي مرت بيها بكل تفاصيلها وهاي جود اختارتني آني الطبيب النفسي اختارتني حتى أستمع لها وأستمع التفاصيل قصتها وتجربتها فلقيت نفسي لا شعوريا أنظر لها وأنا مستغرب ومصدوم من اللي أسمعه لدرجة أني ترجيتها حتى تكتب هاي قصتها وأنشرها وهس رح ندخل بالقصة من منظر البنة جود يعني هي نقلت قصتها لهذا الطبيب النفسي وأنا رح أنقلكم إياها عن لسانها جود تقول من مات ابني الوحيد اللي كان عمرا ما يتجاوز السنتين فقط أنا عشت بعالم خاص وحدي وبقيت عاجزة أتقبل فكرة أنه هذا ابني الوحيد مات وراح مني رغم أني شفته يموت قدام عيني شفته شلون غرق ومات بحوض السباحة وأني أباوعله بذاك النادي اللعين وبوقتها حاولت أنقذي وقفزت بالماء بكامل ثيابي حتى أقدر أساعده وأخلصه لكني كنت متأخرة ووصلت له بعد ما فارقت روح الحياة هذه اللحظات بالتحديد ما ممكن أنساها طوال حياتي لما يجو المسعفين وطلعوا ابني وكان جثة هامدة وما يتحرك وأنا أباوعله كنت بوقتها أصرخ بهستيريو من دون توقف ولتم الناس حوله حتى يحاولون يهدوني لكنهم ما قدروا لأنني كنت أصرخوا أنه هذا ابني الوحيد حسيت بوقتها أني ممكن راح أنصاب بانهيار عصبي خاصة لما شفت رجال الأسعاف ينقلونه هو جثة بسيارة الأسعاف ويودونه للمستشفى وكانوا بوقتها مغطين جسده بالكامل وأنا أباوعله بعيوني والمصيبة أني ما أقدر أسوي أي شيء لا حول ولا قوة هذا المشهد كان هو آخر شيء شفته بعدها فقدت الوعي وما صحيت إلا وأنا بالمستشفى بقيت بالمستشفى ساعات طويلة وأنا أحاول أقنع لطباء أنه أنا ما بي شيء وصلت بخير وأقدر أطلع ويا زوجي وبالفعل بعد ما طمئنوا على صحة الجسدية خلوني أطلع لكنهم نسوا أن يطمئنون ويشوفون حالة النفسية ما كانوا يعرفون بوقتها لأي مرحلة واصلة أنا من الانهيار ساعة أبتشي وساعة أفحك وصلت لمرحلة قريبة من الجنون بعدها يجدت أيام العزاء الكيبة أيام العزاء يعني أيام الفاتحة للوقت اللي يجون بين الناس حتى يعزون أهل الميت كل الأقارب والأصدقاء كانوا موجودين حولي وكان زوجي حولي بين أنه قوي ومتماسك قدامهم لكني كنت انتبه للدمعة كانت موجودة بطرف عينة لكني يحاول يلزمها أما أنا فكنت أبوع لكل أصدقائي وأقاربي بنظرة عدم اكتراف وعدم مبالاة لأنني أعرف أن هذا مجرد شي روتيني وبعد يوم ويومين سننسون الموضوع وبوقتها كنت واثقة أن هذه أحزاني لم تنتهي ولم تستطيع أن أتخطى وأنسي هذه الحادثة وصار تقضي كل وقت بغرفته وأنا ألعب بألعابه وأنام بجانب سريري وأقرار القصص وأعامله وكأنه موجود فأتخيل وجوده بالغرفة وأحشويا وأسولف له وأشاقي وبمرور الأيام صرت أشتري له الهدايا كنت أسوى هذا الشي من دون توقف حتى زوجي بدأ يقلق على صحتي النفسية وقال لي بكل صراحة أنه هو خايف خافاني أوصل لمرحلة الجنون فحاول أن يطلعني من هذه الدوامة ومن هذه الموجمة للاكتياب اللي دخلت روحي بيها فاقترح علي أن نتبرع بمنابس ابني للأسر المحتاجة وكذلك نوزع العابة وبعدها نسافر فترة حتى نبتعد عن كل شي وشويا نجدد طاقتنا الإيجابية وردت فعلي على كلامه بوقتها كانت جدا صارمة وجدا مستفزة لأني أول ما سمعت كلامه مباشرة صيحت عليه وسديت باب الغرفة بوجهه وتعاركت ويا بعد مرور 14 على وفاة ابني وطرت من الشقة فحسب اليأس من حالتي وقرر يروح وبعد مرور بضعة أسابيع دزلي ورقة الطلاق لأني أعزلت نفسي عن العالم كله ولفضت أروح الطبيب نفسي وحتى أكون صريحة أنا ما كنت مهتمة أنه أنا أصير مطلقة أو إنقال علي هذا اللقب لأن كل اللي كنت أريدها أن أبقى مع روح ابني أعيش بغرفته بذكرى وأني سعيدة بهذا الشي وكذلك ما أنسى أنه أبوي وأمه أخواني طلبهم من يمين أتركوا الشقة وأجي أعيشوا إياهم وببيت العائلة لكني رفضت هذا الشي تماما لأني مستحيل أترك المكان الليبي ذكريات ابني الوحيد مرت بعدها أيام طويلة بعد ما صار طلاقي وانعزلت عن الكل ودخلت بمرحلة مجهولة جدا وصارت وياي أشياء جدا غريبة أول شي صار وياي صارت تظهر لي أحلام غريبة وتتكرر كل يوم كنت أشوف ابني يومية يجيني بالحلم وكنت أشوفه بوسط الحلم حزين ويبشي فلما أقعد من النوم أقعد وأنا من هاري كان عندي إحساس أن روحي تجي تزورني بعالم الأحلام حتى تلومني على إهمالي إليه وربما البعض منكم سيقول ليش تلومين نفسك هذا قضاء الله وقدره وأي أم ممكن تغفل أو تنسيه لكني أقول أن بعضنا ممكن ينسى مفاتيحها بمكان أو ربما يضيع تليفونه لكنه مستحيل يتناسى وجود ابن الوحيد وهذا اللي صار وياي أني بتيت بالسؤال فوية بقية النساء اللي بالنادي ونسيت ابني فهذا الشي بالنسبة لي لا يختفر أبدا وهذه الأحلام ما كانت هي آخر الأحداث بل بدايتها كنت بأحد الأيام كعادتي قاعدة بغرفة ابني وعيشة بعالم الخاص اللي أتخيل بي وجود ابني وفجأة سمعت ذاك الصوت نعم نعم ماكو مزاح ولا شقة بالموضوع سمعت صوت هذا الصوت كان صوت ابني كنت أسمع صوت بكاء بشكل كلش واضح ولكن هالمرة مو بالأحلام وإنما بالواقع على الرغم أني وحيدة بالشقة هنا وماكو أي أحد وياي لما سمعت تتوقف قلبي للحظة فهنا بديت أركض بالشقة بصورة مجنونة حتى أبحث عن مصدر الصوت ومن كثر ما كنت متلهفة ومتشوقة لابني ما اهتميت أنه هذا الشيء ممكن يكون شبح أو جين أو غير شيء وصراحة حسيت بوقتها أن الله سبحانه وتعالى رجع لي ابني ولأحد يلومني على هذا الإحساس لأنه التفسير الوحيد اللي يجب بالي بوقتها لكني ما لقيت أي أحد بالشقة رغم أني بحثته بكل مكان خاصة بحثته بمصدر الصوت واللي هو غرفة نومي بعدها توقفت بنص الغرفة وبدأت أباوعة تلفت إلى أن انتبهت لدولاب الملابس وعرفت أن الصوت جاي من هذا المكان فمباشرة ركضت على الدولاب فتحته لكن لم أجد شيء غير ملابسي وبدأت أنبش وأبحث بين الملابس ومعرف على ما أدور وبوقتها صديق حسيت واذكرت كلام زوجي لما قال أنت بطريقك للجنون وفجأة وأنا أدور بدولاب الملابس انتبهت على ألبوم الصور العائلية القديمة ذاك الألبوم اللي صار لفترة كل الشبيرة ما فاتحته وشايفته فطلعت من الدولاب وأنا أمسح دموعي فأخذت ورحت لفراشي حتى أستطلع وأشوف الصور وأرجع بذكريات اللي وراه واذكرت لما كنت روحان مع عائلتي الروح المتنزه الخيران وكانت أغلب الصور اللي موجودة بهذا الألبوم التقطينها بذاك المكان صراحة بالنسبة لي كانت أيام ما تنسوا ذكريات كلش حلوة بعدها رجعت الألبوم من مكانه وخليت راسي جوه لفراش ونمت وكالعادة لما نمت إجاني ابني بالحلم ولكن هالمرة الحلم اللي جانبي ابني مختلف تماماً ما شفته يبتشي أو حزين أو منهار مثل كل مرة بل شفته لازم ألبوم الصور نفسه لازمه بإيده ويباوعلي نفس الألبوم اللي كانت بي الصور من متنزه الخيران كانت هاي هي المرة الأولى اللي أشوفه بيه وهو ينظر لي وهو مو حزين وكأنه داي يطلب من عندي شيء أو يلمح لشيء وهذا الشيء أكيد يتعلق بألبوم الصور وطبعاً عرفت إنه هذا الشيء يتجاوز الحلم وكأنما ابني داي يحاول يتواصل وياي ويريدني أن أسوي شيء وهذا الشيء متعلق بهذا الألبوم لكن ما كنت تعرف شنه قصده وشنه علاقة هذا الألبوم بيه لما قعدت منه ورجعت فتحت الألبوم الصفحت بيه ما كن بيفت شيء غريب أو ملفت للانتباه واستمرت هاي التساؤلات والأسلة تجي بعقلي شنه هذا الألبوم شنه علاقته بابني وكذلك يوميا يجيني بالحلم وشاي البيده هذا الألبوم ويباوع لي وبعد مرور عدة أيام اقتنعت إنه ابني فعلاً يريدني أروح لهذا المتنزه ماكو أي تفسير آخر لهذا الحلم وهالشي اللي يدي يصيره ياي لأن صوت بكاءه هو اللي وداني الدولاب الملابس اللي لقيت بهذا الألبوم ولما رحت واخذت هذا الألبوم صار يجيني بالحلم ولازم هذا الألبوم بيديه فمعناته أكو شيء مستعجل يريدني أسويه هناك في ذاك المكان اليوم متنزه الخيران وبعد مشاورات بيني وبين نفسي قررت أسمع كلام ابني وأروح المتنزه الخيران وبالفعل حجزت لي شاليه هناك والموعد المقرر بعد ثلاث أيام وبعدها قعدت بشقتي وأنتظر الوقت يمر حتى أروح لهذا المتنزه وكذلك كالعاد هاي لثلاثة أيام كلها مرت يوميا ابني يجيني بالحلم ولازم بيديه الألبوم وأخيراً اجه اليوم الموعود اليوم اللي أروح به لهذا المتنزه وأكيد ما قلت لأي واحد من عائلتي أو أصدقائي لأنني متأكدة إذا أقلهم هذا الكلام أكيد سيحكمون علي أني صرت مجنونة ورح يأخذوني غصباً علي لمستشفى نفسية فما قلت لأي أحد ورحت وحدي وبالفعل انطلقت للمتنزه ووصلت هناك قبل لأصير الساعة بثلاثة العصر فوصلت للشاليه وقعدت هناك بالغرفة وأنا أضاوى على المكان وأفكر بينه وبين نفسي شنو الشيء اللي يريده مني يبني وليش كنت أرى بعيونها نظرات الإصرار يعني من نظرات أمبيني لي بني أروح لهذا المكرن وبعدها طلعت من الشاليه وبديت أتمشي بالمتنزه وأنا ما أعرف في الرايحة فقط مجرد أتمشي وكانت بوقتها موسم الاختباراتها والامتحانات النهائية فكانت أغلب العوائل ملتهية وأي أبناها بالامتحانات مع عدايا أنا وكم عائلة وبقيت على هذه الحالة إلى أن مر اليوم الأول بسلام باليوم الثاني قعدت الساعة بالعشر الصبح وأذكر كل جيد الشيء الذي يجعلني أقعد من نومي الذي يقعدني بوقتها هو صوت صراخ ابني وكان يصرخ صرخة كل شيء قوية ويبكى بصوت جدا عالي بعدها انتبهت على روحه قلت لحظة لحظة هذا مو حلم أنا بالواقع ودأ أسمع صوت صراخ ما لطفل دايبتي وهذا الصوت كان قريبا من المكان الذي يبيه فعلا بوقتها قلت أنا راح أنجن لأنني حسيت بوقتها أنه ابن الميت يحتاج مساعدتي أكيد ستقولون هذا الشيء كل شيء متناقض بس أنتوا خلوا نفسكم مكاني بعدها نهضت من مكاني وما زلت أسمع صوت الصراخ وبديت أبحث بكل مكان بالشالية حتى أدور على مصدر الصوت وفجأة انتبهت أنه هذا الصوت دي يجي من بره من خارج الشالية وليس من داخله فلبست ملابس بسرعة وركضت خارج الشالية وأنا أبحث عن مصدر الصوت مصدر صوت صراخ ابني حتى لو كنت متوهمة لكني ما أقدر أتجاهل هذا الوهم بعدها وأنا أدور بالمكان فجأة لقيته ولكن ما كان ابني بل كان طفل آخر أنا ما عرفه هذا الطفل اللي محتم نبعيده هو البحر لما جرفته الأمواج جرفته الأمواج وما أحد من تبهله هو بنص البحر يصرخ ويبتش ويطلب النجدة فهنا أنا مباشرة بكامل ملابسي نزلت للبحر ورحت له بسرعة حتى أنقضي وبوقتها نعاد عندي نفس السيناريو اللي يصاره ويا ابني لما غرق بحوض الاستحمام وما قدرت أساعده فحاول إذ قد ما أقدر أنا وصل له وأساعده وبالفعل وصلت له وسحبته إلى أن طلعته وصلنا للجرف فهنا لتمو علينا الناس هنا أنا بديت أسوي إجراءات التنفس الاصطناعي اللي كنت أشوفه فقط بالأفلام مع بالي أنه ممكن تصير بالواقع المهم فأنا أحاول وأحاول والناس متجمهرة حولنا إلى أن هذا الطفل بدأ يسعل والحمد لله والشكر طلع المي من عنده وصار يتنفس وفجأة إجدتي أمه تركض أخذته وقامت تبتي وشبقته بعدها إجدتي باسة راسي وباسة إيدي وشكرتني وقلت لي أنت ما عرف شون أجازيك أنت من اليوم راح تكونين صديقتي وقريبة علي وأي شي تحتاجين أنا ينطيشيها لأنك أنقذت حياة ابني أنا هنا أنا بنسكل هاي الهوسة وهاي الناس وهذا المديحة أنا باقي صافنا وما عرف شنو أقول وشنو أحكي فقط أباوع وهز براسي بعدها هاي المرأة دعتني للعشاء باليوم التالي حتى أجي وأتعشي وياهم بعدما خلصت كل هاي الأحداث رجعت للشالة وقعدت أفكر بينه وبين نفسي معقولة ابني خلاني أسوي كل هاي الأشياء وأنتقل من مكاني وأجل هنا حتى أنقذ هذا الطفل الليل كله وأني أفكر بينه وبين نفسي أنه فعلا ابني تواصل وياي بعتها وصلت لقناعة تامة أنه فعلا ابني تواصل وياي وراد مني أمي أرجع قيمة النفسي وانتبه على روحي رادي حسسني أني ما زلت موجودة على قيد الحياة وأني سويت شي زين وأنقذت حياة الطفل صح أني ما قدرت أنقذ حياته وأساعده لكني أنقذت غيره وهالشي رح يرجع لي ولو شوية من اعتباري عند نفسي المهم صار الليل ورحت للعشاء هناك وتعرفت عن ناس وبديت أسولف وياهم وأفحت لأول مرة منذ وفاة ابني بوقتها صديق حسيت بالارتياح لأني حسيت أنه ابني رضى علي وبالفعل هذون الناس صاروا أصدقائي ومرجعت للشالية مالتي ونمت شفت ابني بالحلم ولكن هالمرة لما شفته كان مبتسم وفرحان فتيقنت مية بالمية أنه ابني الآن راضى علي وقدرت أعوضه وانتهت سفرتي ورجعت للشقة مالتي بعدها تواصلت ويا أهلي وصلت أزورهم وأروح لهم وورا مرور فترة تواصلت ويا زوجي واعتذرت مني أمي وطلبت مني أمي يرجع يتزوجني وبالفعل هذا اللي صار ورجعنا مع بعض والحمد لله هاية كانت قصتي آني جود من الكويت وبس يا أصدقائي هاية كانت قصة جود من كتاب حالات نادرة اللي نقل لنا إياها الطبيب النفسي عبدالوهاب السيد الرفاعي وأنا نقلت لكم إياها إذا عجبتكم القصة لا تنسوني اللايك والاشتراك بالقناة وكذلك تتابعونا على ناستقرام أخوكم عبدالخالق سلام